السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بحضراتكم مع حلقة جديدة للرد على الأستاذ علي منصور الكيالي أنه لا عذاب قبل الحساب إذن علي الكيالي ينكر عذاب القبر طيب مين يا جماعة أصلا الجماعة اللي كانوا بينكروا عذاب القبر الخوارج إزاي؟ زي ما حضراتك سمعت كده الخوارج هم الذين كانوا ينكرون عذاب القبر طيب ما هو الدليل على هذا الكلام؟ أمام حضراتكم كتاب مقالات الإسلاميين للإمام أبي الحسن الأشعري رحمه الله يقول والخوارج لا يقولون بعذاب القبر ولا ترى الخوارج أن أحدا يعذب في قبره وقال أبو محمد بن حزم رحمه الله تحت عنوان عذاب القبر ذهب ضرار بن عمر الغطفاني أحد شيوخ المعتزلة إلى إنكار عذاب القبر خل بالك قال وهو قول من لقينا من الخوارج يبقى مين يا جماعة اللي بينكر عذاب القبر الخوارج طيب مين تاني أبو عمر بينكر عذاب القبر الملاحدة والزنادقة أو والله زي ما حضراتك سمعت كده ما جيش بقى تقول لي لا أنت توصد يعني الملاحدة في زمننا وكلام ده لا أنا بتكلم الملاحدة القدماء وعلى نهجهم يسير علي الكيالي وأمثاله يقول الإمام ابن القيم رحمه الله المسألة السابعة وهي قول للسائل يعني قالوا سؤال ما جوابنا للملاحدة والزنادقة المنكرين لعذاب القبر ثم بدأ ابن القيم يذكر كلام الملاحدة والزنادقة وشبهاتهم في إنكارهم لعذاب القبر ويرد عليهم يعني الأستاذ علي الكيالي يسير في طريق الخوارج والملاحدة والزنادقة دلوقتي كل شخص منكر العذاب القبر لازم يسأل نفسه هذا السؤال إحنا المفروض كمسلمين نسير خلف الزنادقة والملاحدة الذين ينكرون وجود الله أو الخوارج الذين خالفوا القرآن الكريم وأنكروا السنة النبوية أم يجب علينا أن نتبع القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة وإجماع الصحابة رضي الله آه يعني هو كده بيقول لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بصريح العبارة أنا بحترمك آه يا رسول الله لكن كلامك لا يأخذ به في باب الاعتقاد يعني أنت رسول الله فعلا وحقا لكن كلامك في العقيدة ليس له أي قيمة وأنا لن أعمل به على الإطلاق تخيل أنت مثلا رئيس الدولة أرسل إليك أمرا مع أحد معاونيه أو وزرائه فتقول له ما أحترامي لك لكن أنا لن أعمل بكلامك لأن هذا الكلام ظني الثبوت عن الرئيس ولم أسمعه منه مباشرة أو وصلك أمر الملك مكتوبا فوضعته في الرف وقلت له أنا أحترم أوامر الملك أو الرئيس ولكن لن أعمل بها لأنها ظنيت الثبوت تخيل أنت بعدت ابنك الكبير لابنك الصغير ومعا رسالة فابنك الصغير شاف الرسالة وقرأها وقال ما أحترامي لأبويا لكن أنا مش هسمع كلامه ولن أعمل به حاجة في قمة المسخرة طيب أنت أستاذ كيالي مشكلتك دلوقتي مع أحاديث عذاب القبر أنها ظنيت الثبوت كما تقول يبقى أن إحنا لو أثبتنا لك أن أحاديث عذاب القبر ونعيمه أحاديث قطعية الثبوت المفترض أنك هتؤمن بيها صح ألا طيب الكلام ده معناه أن الصحابة لما ينقلوا للتابعين أي حديث في شيء يخص العقيدة فالتابعين من حقهم يقولوا للصحابة معلش كلامكم ده كلام ظني الثبوت عن الرسول صلى الله عليه وسلم ونحن كتابعين غير ملزمين أن نعمل به أو لو التابعون نقلوا حديثا في العقيدة لتابع التابعين فتابعوا التابعين يقولوا للتابعين معذرة هذا الكلام ظني الثبوت عن النبي صلى الله عليه وسلم ونحن غير ملزمين أن نعمل به طيب ما هو لو جاز أن الصحابة رضي الله عنهم يتواتروا على الخطأ في روايتهم لأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم لجاز أن يتواتروا على الخطأ في نقلهم للقرآن الكريم العالي بقول كده ولو جاز للتابعين أيضا أن يتواتروا على الخطأ في نقلهم لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم عن الصحابة لجاز أيضا للتابعين أن يتواتروا على الخطأ في نقلهم للقرآن الكريم شفتوا بقى خطورة إنكار الأحاديث بهذه الطريقة المضحكة التي يتحدث بها الأستاذ علي الكيالي مشكلة علي الكيالي أنه تورط في إنكاره لعذاب القبر فلما انهالت عليه الردود وبيّنت خطأه لم يعتذر بل اختار العنادة والكبر للحفاظ على ماء وجهه أمام متابعيه وأراد إثبات صحة وجهة نظري الخاطئة مرة أخرى طيب ما هو إحنا كمان من حقينا نقول للكيالي لماذا نأخذ بكلامك وتفسيرك للقرآن الكريم ولا نأخذ بأحاديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لماذا يكون تفسيرك للقرآن الكريم أولى من كلام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم طيب ربنا سبحانه وتعالى قال للأمة الإسلامية وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقال أيضا سبحانه وتعالى عن الرسول صلى الله عليه وسلم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما وقال أيضا عن الرسول وإن تطيعوه تهتدوا لكن ربنا سبحانه وتعالى مألش لنا وإن تطيعوا علي الكيال تهتدوا فالماذا تجعل كلامك مقدما على كلام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم سواء في العقيدة أو غيرها يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم طيب افرض حصل بنا نزاع في مسألة شرعية نعمل إيه؟ قال سبحانه فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويله يعني إحنا لو تنازعنا في أي شيء لا بد أن نرجع لكلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم يبقى إزاي نترك كلام الرسول صلى الله عليه وسلم مع أن الله أمرنا أن نرجع إليه عند النزاع أنت مش حاسس كده أن أنت بتعمل حاجة غلطة يا أستاذ علي يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك لما تختلف مع أبو عمر مثلا لازم ترجع لكلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم فأنت تقول لربنا لا يا رب أنا مش هرجع لكلام الرسول صلى الله عليه وسلم أبدا أنا هأعمل إيه؟ أنا هاخد كلامك وهفسره على حسب مزاجي أصدي على حسب فكر الخوارج والملاحدة والزندقة ومش هاخد بكلام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ده بقى اسمه إيه؟ مش فاهم أنت ليه بتعمل في نفسك كده فعلا والله مش فاهم أنت ليه بتعمل في نفسك كده أيضا يقول الله سبحانه وتعالى محذرا إيانا من مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم لكن ربنا سبحانه وتعالى لم يحذرنا من مخالفتك أنت يا كيالي فلماذا تقدم كلامك على كلام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في باب العقيدة هنضرب مثال دلوقتي تعرفين الآية يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة معروف الآية في سورة إبراهيم شف صحيح البخاري ومسلم عن البراء بن عازب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت قال الرسول عليه الصلاة والسلام نزلت في عذاب القبر فيقار له من ربك فيقول ربي الله ونبي محمد صلى الله عليه وسلم فذلك قوله عز وجل يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة دلوقتي الرسول صلى الله عليه وسلم قال لنا إن هذه الآية نزلت في إثبات عذاب القبر وعلي الكيال بيقول لا ما نزلتش في عذاب القبر فمن نصدق طبعا أحاديث عذاب القبر أحاديث متواترة فهي قطعية الثبوت والعلماء الذين ألفوا كتبا للذكر الأحاديث المتواترة ذكروا أحاديث عذاب القبر في كتبهم بس قبل ما نذكر إن أحاديث عذاب القبر متواترة خلونا الأول نذكر الأدلة على عذاب القبر من القرآن الكريم عشان محدش يظن المسألة من الشوردة في القرآن الكريم يقول الله سبحانه وتعالى عن الكافرين فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين طيب عذاب الآخرة معروف فين بقى عذاب الدنيا ويقول الله سبحانه وتعالى بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد طيب الجماعة بقى الذين كفروا دول عقبهم إيه عند ربنا سبحانه وتعالى قال سبحانه لهم عذاب في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق يعني محدش هيقيهم من ربنا سبحانه وتعالى كويس؟ دلوقتي عذاب الآخرة أيضا معروف صح؟ فما هو العذاب المقصود في الدنيا ربنا قال إنه يعذبهم في الدنيا ويقول سبحانه وتعالى ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ركز بقى في الكلام اللي جيدة قال سبحانه ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون نركز بقى كويس في الكلام ده الظالمون وهم في سكرات الموت الملائكة يخرجون أرواحهم ويقال للظالمين في ذلك الوقت اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون عن الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون طيب عذاب الهون المذكور في الآية ده ها يحصل إمتى الجواب موجود في نفس الآية اليوم 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 تجزون عذاب الهون يعني يوم وفاة هؤلاء الظالمين سيبدأ هذا العذاب مش هيبدأ يوم القيامة لا هذا العذاب سيحدث في نفس اليوم الذي يموت فيه هؤلاء الظالمون طيب هذا دليل مواضح جدا 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 على وجود عذاب القبر طيب لماذا لا يؤمن الكيالي بعذاب القبر طالما أن أدلته واضحة وضوح الشمسي في القرآن الكريم لماذا ينكر الكيالي عذاب القبر مع أنه مذكور في القرآن الكريم طيب بالنسبة للسنة النبوية أنا سأدرب المثال بأحد الأحاديث هذا كتاب نظم المتناثر من الحديث المتواتر يقول إن أحاديث عذاب القبر مروية عن جماعة من الصحابة منهم أنس بن مالك روي عنه من طرق يعني ليس سندا واحدا وأبو هريرة روي عنه أيضا من طرق وعبد الله بن عمر بن العاص وأسماء بنت أبي بكر الصديق روي عنها من طرق وعائشة أم المؤمنين روي عنها من طرق والبراء بن عازب أيضا روي عنه عذاب القبر من طرق وعمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود وزيد بن أرقم وميمونة بنت سعد وميمونة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم وزيد بن ثابت وأبو أيوب الأنصاري وعبد الله بن عباس وأبو سعيد الخدري أيضا مروي عنه من طرق وعبد الرحمن بن سمرة وأبو قتاد الأنصاري وعبد الله بن عمر بن الخطاب وسعد بن أبي وقاس وأبو بكرة الثقفي وعلي بن أبي طالب وابن أبي أيوب والصحابية أم خالد وجابر بن عبد الله والصحابية أم مبشر وعبد الرحمن بن حسنة والصحابية أسماء بنت يزيد وعبادة بن الصامت وأبو موسى الأشعري وأبو أمامة الباهلي وأبو رافع وعثمان بن عفان رضي الله عنهم جميعا 32 صحابي نقلوا لنا أحاديث عذاب القبر التي سمعوها مباشرة من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فأحاديث عذاب القبر ونعيمه مقطوع بثبوتها عن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله في كتابه أهوال القبور وقد تواترت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في عذاب القبر ففي الصحيحين يعني البخاري ومسلم عن أم المؤمنين عائشة أنها قالت سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن عذاب القبر فقال نعم عذاب القبر حق تخيل نفسك كده حضرتك وايف قدام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وعلي الكيالي فالرسول عليه الصلاة والسلام بيقولك أن عذاب القبر حق وعلي الكيالي بيقولك لا مفيش عذاب قبر أنت كمسلم هتعمل إيه؟ الله المستعان والله أن احنا مضطرين لنقول هذا الكلام بصوا جماعة أي شخص هيوقف نفسه قدام الرسول صلى الله عليه وسلم سيظهر قزما مهما كان علمه ومنزلته بين الناس لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يعلوه ولا يتقدم عليه أحد من البشر على الإطلاق المضحك بقى أن الكيالي بيقول عن المؤمنين بعذاب القبر أنهم مجرمون المجرمون عند الله هم الذين يعرضون عن آيات الله ورح عمل توليفة غريبة كده ليدلل على ذلك وستدل على ذلك بقوله سبحانه وتعالى ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير الساعة كذلك كانوا يؤفكون طيب خلي بالك بقى وركز معي كويس هل القسم المجرمين يدل على هذا الكلام؟ المشركون سيقسمون بالله يوم القيامة أنهم لم يكونوا مشركين قال تعالى ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين فهل هذا يعني أن قسم هؤلاء المشركين الصحيح؟ شوف ربنا بعدها يقول إيه انظر كيف كذبوا على أنفسهم وظل عنهم ما كانوا يفترون يعني ربنا سبحانه وتعالى رد عليهم بعدها مباشرة ليبين أنهم كذبون في قسمهم وأيضا يقول الله سبحانه وتعالى في سورة المجادلة يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء يعني بعدما ربنا يبعثهم يوم القيامة سيحلفون بالله ويحسبون أنهم على شيء وهم كاذبون في حلفهم هذا شوف الرد في آخر الآية ألا إنهم هم الكاذبون والله جماعة استدلالات الكيال مضحكة جدا 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 أصلا رب العالمين سبحانه وتعالى ماذا قال بعدما ذكر لنا قسم وحلف هؤلاء المجرمين قال كذلك كانوا يؤفكون يعني كذلك كانوا يكذبون ويفترون يعني أصلا ربنا سبحانه وتعالى نقل لنا قسم هؤلاء المجرمين ليبين أنهم كاذبون في قسمهم وحلفهم ومع ذلك الكيال استدلل بكلام المجرمين عايز تأكد أكثر من جهل الكيال بالقرآن الكريم في سورة المؤمنون يقول الله سبحانه وتعالى للمشركين قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العاد دين قال إلا بثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون طيب هل هؤلاء المجرمون عاشوا يوما أو جزء من يوم في الدنيا ربنا سألهم عشتم كام سنة في الدنيا ألولوا عشنا يوم أو جزء من يوم واسأل يا رب الملائكة التي تعد أو اسأل الناس التي تعد وتحسب فهل يجوز الاستدلال بقول هؤلاء المشركين المجرمين في هذا الموضع شوف المم الطابرة رحمه الله ماذا يقول قال يقول تعالى ذكره ويوم تجيء ساعة البعث فيبعث الخلق من قبورهم يقسم المجرمون وهم الذين كانوا يكفرون بالله في الدنيا ويكتسبون فيها الآثام وإقسامهم أي حلفهم بالله ما لبثوا غير ساعة يقول يقسمون بأنهم لم يلبثوا في قبورهم غير ساعة واحدة يقول الله جل ثناؤه كذلك في الدنيا كانوا يؤفكون يقول خلي بالك بقاه كذبوا في قيلهم وقسمهم يعني كانوا يكذبوا كذبوا في قيلهم وقسمهم ما لبثنا غير ساعة كما كانوا في الدنيا يكذبون ويحلفون على الكذب وهم يعلمون يعني المجرمون في هذه الآية كانوا يكذبون حينما حلفوا بالله أنهم ما لبثوا غير ساعة فالكيالي بيستدل بحلف المجرمين وهم يكذبون على الله سبحانه وتعالى لنفي عذاب القبر فهل حلف الكافرين أنهم لم يلبثوا إلا ساعة يجعلوا كلامهم صحيحا الكيالي المسكين أفلس فلم يجد ما يستدل به إلا كلام المشركين الذي تم تكذيبه في نفس الآية القرآنية التي يستدل بها الكيالي يعني الكيالي بيكذب صريح الآيات القرآنية التي تثبت عذاب القبر ويستدل بكلام المشركين الذي ذكره الله للدلالة على كذبهم المصيبة بقى أن الكيالي بيقول هذا كلام الله وليس كلامنا هو المسكين مش فاهم أن ربنا سبحانه وتعالى نقل لنا كلام هؤلاء المجرمين ليدلل سبحانه وتعالى على كذبهم فيأتي علي الكيالي لينسب هذا الكلام لرب العالمين سبحانه وتعالى حتى المسكين لم يكمل قراءة الآية كذلك كانوا يؤفكون يعني كذلك كانوا يكذبون ويفطرون فهل ينفع كيالي تستدل بكلام المجرمين وهم يكذبون وتترك رد رب العالمين سبحانه وتعالى عليهم لذلك أيضا بعدها ذكر لنا رب العالمين سبحانه وتعالى رد أهل العلم المؤمنين على هؤلاء المجرمين فقال وقال الذين أوتوا العلم والإيمان بيردوا على المجرمين دلوا بيقولولهم إيه لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون يعني لا أنتم ما أعدتوش ساعة زي ما أنتم بتقولوا ويقول الإمام ابن كثير في تفسير الآية يخبر تعالى عن جهل الكفار في الدنيا والآخرة ففي الدنيا فعلوا ما فعلوا من عبادة الأوثان وفي الآخرة يكون منهم جهل عظيم أيضا فمنه خلي بالك من الجهل بتاعهم إيه بقى فمنه إقسامهم بالله أنهم ما لبثوا في الدنيا إلا ساعة واحدة ومقصودهم هم بذلك عدم قيام الحجة عليهم وأنهم لم ينظروا حتى يعذر إليهم قال الله تعالى كذلك كانوا يؤفكون ثم يفسر الآية اللي بعدها ليرد أهل العلم على هؤلاء المجرمين قال ابن كثير فيرد عليهم المؤمنون العلماء في الآخرة كما أقاموا عليهم حجة الله في الدنيا فيقولون لهم حين يحلفون ما لبثوا غير ساعة يرد بقى يقول لهم إيه لقد لبثتم في كتاب الله أي في كتاب الأعمال إلى يوم البعث أي من يوم خلقتم إلى أن بعثتم ولكنكم كنتم لا تعلمون تخيلوا جماعة ده مستوى علم الكيالي يعني لو أبسط واحد مسلم بيعرف يقرأ أول ما هيقرأ هيفهم الآيات فورا بالشكل الصحيح صح أو الغلط عارفين اللي عملوا الكيالي ده عامل زي بالظفر زي ما ربنا سبحانه وتعالى جل جلاله قال عن اليهود وقالت اليهود يد الله مغلولة فحسب فهم الكيالي للآية أن الكيالي سيؤمن أن يد الله مغلولة كما قالت اليهود طبعا هذا الكلام باطل لأن ربنا بعدها رد عليهم فقال غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يده مبسوطتان ينفق كيف يشاء يعني الرد على كلام اليهود جاء في نفس الآية صح وأيضا قسم المجرمين أنهم ما لبثوا غير ساعة مردود عليه في نفس الآية بالله عليكم ده اسمه كلام ده اسمه كلام ده شخص ينفع يفسر القرآن الكريم ده أصلا مش فاهم أبجديات القرآن الكريم مش فاهم ألف به قرآن وطالع يفسر القرآن على هواه الآية الأخرى اللي سدل بها عارل كيالي فما علاقة هذه الآية بنفي عذاب القبر المجرمون يوم القيامة سيتخافتون أي سيتكلمون بينهم بصوت خافت ويقولون إنهم لم يلبثوا في الدنيا إلا عشرة أيام فيقول أنثلهم طريقة بل لم نلبث فيها إلا يوما واحدا الكلام هنا على إيه على الدنيا هو فما علاقة هذا الكلام بعذاب القبر ده اسمه تهريج يا أستاذ علي انت عجزت عن الرد وإفحام الذين ردوا عليك وأفحموك وبينوا خطأك وجهلك فالماذا لا ترجع إلى الحق وتتوب إلى الله سبحانه وتعالى من التدليس على كتاب الله عز وجل والله أنا مش عايز أطول على حضراتكم مكتر من كده بس يعني الواحد متدائم اللي بيحصل وأنا شايف أن الكلام اللي قلت ده كافي جدا في بيان إن الكيالي كان جاهلا ولا يجوز له أن يفسر القرآن الكريم وهو بهذا المستوى من الضحالة العلمية في الفهم والعلم والمعرفة والله المستعان يا أخي أنت عارفين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما كان يحب يفسر آية كان يقرأ مئة تفسير للعلماء السابقين يقول ربما طالعت على الآية الواحدة نحو مئة تفسير ثم أسأل الله الفهم وأقول يا معلم آدم وإبراهيم علمني وكنت أذهب إلى المساجد المهجورة ونحوها وأمرغ وجهي في التراب وأسأل الله تعالى وأقول يا معلم إبراهيم فهمني لكن الأستاذ علي الكيالي واخدها بالدراع هي كده الخلاص وزي ما تيجي تيجي والله المستعان لا تنسوا إخواني وأخواتي بارك الله فيكم نشر هذه الحلقة على ما وقع التواصل الاجتماعي فيسبوك و تويتر وغيرهما والدال على الخير كفاعله كما يقول النبينا عليه الصلاة والسلام هذا وبالله التوفيق والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وصل اللهم وسلم وزد وبارك على حبيب قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا